السلام عليكم. النهاردة عندي فكرة حلوة جدا وهي تلميع الخشب. مش قاعدة التدوير خالص. كل اللي هحتاجه هم منتجين من البيت. هعمل منهم خلطة حلوة جدا لتلميع الخشب. وهنشوف مع بعضينا. والخلطة دي تعتبر رخيصة جدا. طبعا مش هتكلفكم اي حاجة. كل الناس طبعا بتستخدم زيت زتون وبتستخدم لمون. كل اللي هنحتاج في الخلطة دي هم المنتجين دول بس او المكونين دول بس. وبعد كده هعمل ازيزة كبيرة طبعا هتكفي معاكم لتلميع اي خشب. والتكلفة طبعا لاشيء لان كل معظم الناس بتستخدم زيت الزتون وكمان اللمون. كل اللي هحتاجه لو هتعملوا مسلا ازيزة زي اللي قدامكم دي هياخد حوالي مسلا ربع كوباية صغيرة من زيت الزتون. مش شرط يكون سعره غالي او لا على حسب المتوفر عندكم. الازيزة بتاعت زيت الزتون دي كلها كان بستاشر جنيه او بسبعتاشر جنيه حاجة زي كده. وهجيب معايا لمنتين وهبدأ ان انا اعصر الكمية في اي بخاخ. بصوا النيش ده كان مطرب زي ما انتم شايفين او مش مطرب. اللون بتاعه مغير او مغير. فبدأت ان انا ألمعه كده وده بعد ما نشف كمان. يعني ده تلمية وبعد ما نشف. بصوا بقى هتلاقيوا الفرق ما بين فوق وما بين تحت. هتلاقيوا فرق جاسع جدا. اتمنى ان الفكرة تكون عجباتكم. ما تبخذوش عليها باللايك والشير وسبسكرايب. مع السلامة.